توقف قلبه مرتين لمدة 27 دقيقة إنقاذ حياة معتمر مصري في السعودية تمكنت فرق إنقاذ الحياة في منطقة مكة المكرمة من إنقاذ حياة معتمر مصري يبلغ من العمر 32 سنة توقف قلبه مرتين لمدة 27 دقيقة تعرض لديق شديد في التنفس من ما أدى لفقدانه الوعي وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي إنه جاء نقل المريض لمركز توارئ الحرم من خلال الفرق الإسعافية وأثناء نقل المركز توارئ الحرم توقف القلب وأجري التدخل السريع من الفريق الإسعافي بعمل إنعاش قلبي لمدة 12 دقيقة وبعد وصول المريض لمركز توارئ الحرم تعرض لتوقف آخر للقلب والثمر الفريق بمركز توارئ يعمل بإنعاش القلب لمدة 15 دقيقة وأعتاء الصدمات الكهربائية وفقاً لوكات الأنباء السعودية واس أوضح الفريق التب المعالج إن أجريت الفحوصات السريرية والأشعة اللازمة اللي بيانت عدم وجود انتظام في عضلة القلب للمريض والتهاب شديد في الرئتين حيث وضع المريض على جهاز التنفس الصناعي وتم إدخاله لقسم العناية المركزة بالمستشفى لترقي الرعاية الكاملة من قبل الفريق التب المختص حيث استقرت حياة المريض في اليوم التالي وأكد الفريق المعالج إنه بعد تأكد التام من استقرار الحالة التنفسية للمريض رفع جهاز التنفس الصناعي وعادة العلامات الحيوية بشكل طبيعي ولا يزال المريض تحت المتابعة ومراحل العلاج مع الفرق التبية لحين خروجه بالسلامة بإذن الله من المستشفى وأكد تجمع مكة المكرمة الصحي الجاهزية التامة والساعدات جميع المرافقة الصحية تقديم الخدمات للزوار والمعتمرين حيث تعمل بكامل تقيمها الاستعابية بكامل تقطها الاستعابية وتواقمها التبية المؤهلة تأهيل عالي تقديم أفضل رعاية تبية بأعلى جودة يذكر أن مستشفى أجياد للتوارئ تمكن خلال عام 2022 متقديم خدمة تبية لـ 637 حال الدخول العنية مركزة يواصل خط إنقاذ الحياة في الصحة تقديم خدماته على المستوى الوطني المنشأة الصحية في جميع القطاعات الحكومية والخاصة وذلك على مدار الساعة